إذا كان هناك مخطط مثل ما يقولون يأيين بالدور للشيوخ واحد واحد لا إحنا بيننا وبين الأسرة الشعب الكويتني بيننا بينهم عقد وبيننا وبينهم بيعه وخسي اللي يقول راح نطيحهم واحد واحد والله إحنا موجودين هنا وراح نوقف معاهم وراح نساندهم متى ما كان هذا الوزير إصلاحي أقولها وبكل مرارة عيب علينا وعيب علينا وعيب علينا أن يسقط الشيخ حمد جابر العلي هذا الإصلاحي وإحنا موجودين